السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مهندس علي جمال مع اول حلقات الويب سيرفز او ازاي هنعمل خاص بنا للتطبيق بتاعنا اول حاجة لازم نعرفها يعني ايه ويب سيرفز الويب سيرفز ببساطة كده بتتعمل على السيرفر بتقدر توفر لنا طريقة نقدر نتعامل بها مع قواعد البيانات بكل سهولة او بطريقة ابسط انا دلوقتي مثلا عندي قاعدة بيانات موجودة على سيرفر عندي في الاندرويد او الاي او اس او تطبيقات الهواتف مقدرش اوصل للقاعدة البيانات بطريقة مباشرة يعني مقدرش اكتب بالكود بتاعي ان انا اقدر اوصل لقاعدة البيانات على طول طيب جي هنا حل الويب سيرفز ان هي تقدر توصلني بقاعدة البيانات اقدر اضيف او اعدل او احزف من قاعدة البيانات او ان انا استعرض منها البيانات طيب الويب سيرفز برضو بطريقة ثانية هي عبارة عن ايه والله اقدر اكتب الويب سيرفز بتاعتي بالبي اتش بي اقدر اكتبها بالإي اس بي اقدر اكتبها باكتر من لغة طيب هي بتبقى موجودة فين الويب سيرفز ببقى موجودة على سيرفر السيرفر دوت هو اللي بيتصل بقاعدة البيانات بيجلب لي منها البيانات ويرجع لي البيانات دي على شكل جايسون او اكس ام ايل اقدر اقراها في التطبيق بتاعي طيب ممكن الويب سيرفز تقدر تخديني في ايه ثاني تقدر ان هي تتخاطب مع سيرفرات اخرى او مواقع اخرى يعني لو انا عندي موقع اقدر ان انا احصل على البيانات اللي داخل الداتا بيز عن طريق الويب سيرفز طيب ليه طيب لو انا عندي موقع ليه اتصل بقاعدة البيانات عن طريق الويب سيرفز بكل بساطة كده انا دلوقتي لو انا عايز احصل على معلومات من داخل قاعدة بيانات الخاصة بياهو عايز احصل على بيانات التقس واستفاد بالبيانات اللي عندهم في الموقع بتاعي او التطبيق بتاعي فمن الطبيعي ان انا هكتب داخل التطبيق بتاعي او الويب سايت بتاعي اليوزر نيم والباسورد الخاص بالداتا بيز بتاعتهم طب هل ده منطقي لا طيب الحل ايه الحل ان ياهو توفر لي ويب سيرفز هي اللي هيبقى مكتوب فيها اليوزر نيم والباسورد وطريقة الاتصال بقاعدة البيانات وتقدمني البيانات على شكل جيسون او اكس ام ال هنا فايدة الويب سيرفز تمام ده بكل بساطة كده هي ايه عبار عن ايه الويب سيرفز طبعا قلنا في الابليكيشن موبايل هي بتفيدني جدا في تطبيق بتاعي بحيث لو انا عندي تطبيق بيستخدم قاعدة بيانات عندي مثلا في سوق العمل هتلاقي ان انت بيقابلك واحد عنده موقع الالكتروني بيقولك ان انا عايز اعمله ابليكيشن طب انت حلك ايه انت هتعمل على السيرفر بتاعه ويب سيرفز تقدر تخدم التطبيق بتاعك ان تقرأ البيانات اللي انت عايزها من داخل نفس قاعدة البيانات الخاصة بالويب بتاعه وتقدر تعرضها داخل التطبيق بتاعك وبكل بساطة بتقدر تعمل الموضوع دو طيب انا دلوقتي هديك مثال كده على ياهو ياهو بتقدم لي ويب سيرفز اللي هي الطاقس بتقدم لي البيانات على شكل جايسون او اكس ام ال مجرد ان انا اكتب فقط الريو ار ايل الخاص بياهو اقدر اعرض البيانات بالجايسون عن طريق اليو ار ايل بالشكل دو تمام البيانات اللي انا هستلمها من ياهو او من الابعاء الخاص بياهو هايبقى بالشكل دوت عن طريق الجيسون لو xml هستقبلها بشكل xml بالشكل دوت دي الطريقتين احنا هنستخدم في الحلقات بتاعتنا طريقة الجيسون ودي هتكون بسيطة جدا ان شاء الله وان شاء الله في بداية الحلقات هنبتدي الأول نعرف ازاي نقرأ من قاعدة بيانات خاصة بنا هنعمل قاعد البيانات بدينا عن طريق MySQL والPHP وبعد كده هنبتدي نقدر نحزفه ازاي نضيف لقاعدة البيانات بتاعتنا بمثال بسيط كابليكيشن للوجين ورجستر دوت اول حاجة هنتعلمها مع بعض بعد كده هنقبر موضوع شوية بعمل تطبيق اكبر شوية بحيث الموضوع يبقى وصل لك بطريقة افضل وبكده عرفنا يعني ايه ويب سيرفيز وان شاء الله من الحلقة اللي جاية هنبتدي نعمل الويب سيرفيز ونشوف الأدوات اللي هنستخدمها في البي اتش بي والماي اسي كويل وبكده انهينا حلقتنا النهاردة بتدخيرك ان انت تعمل لايك وسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة